السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضع الثوم مع زيت الزيتون ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغنى عنه طيلة حياتك ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع مئة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بإعجاب لهذا الفيديو وإذا كنت قد تناولت الثوم وزيت الزيتون اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد الثوم وزيت الزيتون يكاد لا يخلو منزل أو مطعم من الثوم أو زيت الزيتون وتنتشر استخداماتهم في كافة أنحاء العالم فالثوم زو رائحة قوية ومميزة كما أنه يقوم بإعطاء نكهة طيبة وخاصة للطعام وزيت الزيتون يستخرج من ثمار الزيتون والزيتون من الأشجار المباركة والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم سبع مرات وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يأكلوا من زيتها ويدهنوا به وقد ثبت علميا فوائد أكل زيت الزيتون والدهان به وفيما يلي سنوضح لكم في هذا الفيديو ما هي فوائد كل من الثوم وزيت الزيتون والفائدة الصحية الناتجة عن خلط الثوم وزيت الزيتون فوائد الثوم يعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وبالتالي يعتبر مقوم جيد للسرطان يعالج أمراض الرابو وانسداد الشعب الهوائية يعمل على تقوية المناعة ويستخدم كمطهر قوي ومزيل للجراصيم يعمل على علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني يعالج اللثة ويقوي الأسنان يساعد في التخلص من غازات البطن ويعتبر من فواتح الشهية ومن فوائد الثوم الصحية أنه يعمل على تقليل ضغط الدم تحسين مستويات الكوليسترول تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف تحسين الأداء البدني المساعدة على تخليص الجسم من السموم وتعزيز صحة العظام تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفصل التنكسي تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان فوائد زيت الزيتون يعالج مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة وكما يعتبر زيت الزيتون أيضا فاتحا للشهية يعمل على تقوية جهاز المناعة يساعد في علاج ضغط الدم يساعد في علاج الجهاز التنفسي كالربو يعالج بعض التورمات في المفاصل يساعد في علاج الجيوب الأنفية يحتوي على كمية كبيرة من فيتاميندال ومن فوائد زيت الزيتون الصحية تعزيز صحة القولون تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر تنظيف الكبد من السموم المساهمة في فقدان الوزن تقوية عمل الجهاز المناعي والآن سنقدم لكم طريقة تحضير خلطة الثوم مع زيت الزيتون نحضر مئة جرام من الثوم وربع لتر من زيت الزيتون ووعاء فارغ يمكن إغلاقه يتم تحضير الوصفة بالخطوات التالية أولا يتم وضع زيت الزيتون داخل الوعاء ويضاف له فصوص الثوم نقوم بإغلاق الوعاء جيدا ونتركها وبعد مرور 24 ساعة نقوم بفتح العلبة ونقوم بتناول معلقة يوميا قبل النوم بساعتين أو على الريق صباحا وتعالج هذه الوصفة الكثير من الأمراض وهي مفيدة للصحة العامة تستخدم هذه الوصفة لعشر أيام فقط وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة نسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية إلى اللقاء